صباح الخير على كل المشاهدين يوم جديد ونهار جديد نهار الأربع 17 أكتوبر 2018 أكيد معاكوا على الهواء مباشرة لمدة 90 زي كل يوم ومعنا مجموعة فقرات متنوعة صباح الفل يا مصطفى صباح الفل عليك يا ريامو صباح الفل على كل المشاهدين الكرام في كل مكان جايين النهاردة ومعنا مجموعة متنوعة من الأفكار منها ما يتعلق بالمرور ومنها ما يتعلق بالفن ومنها ما يتعلق أيضا بالغطف معنا مفاجأة في موضوع الغصة مش هايز أحرقها يعني خلينا نتكلم عليه أول فقراتنا النهاردة هتكون مع اللواء أحمد عاصم اللي حيستضيف الدكتور فخري مختار استشاري الطرق بطبيعة الحال حيكلموا عن الشبكة الجديدة للطرق وإزاي هي المواصفات القياسية وإزاي نحافظ على هذه الشبكة حوار مهم جدا عن ما يقرب من 5000 كيلو تم إنجازهم في سنوات قليلة جدا مع اللواء أحمد عاصم فولة فقراتنا في نهارك سعيد زي موصفة قال معنا فعلا النهاردة مفاجأة وإحنا كلنا فخورين الحقيقة بيها وحاجة تشرف كده تشرف مصر وتشرف العالم العربي البطلة المصرية ريم أشرف بطلة الغطس اللي حققت رقم قياسي عالمي دخل جانس ريكورد 56 ساعة و25 دقيقة تحت المية ريم النهاردة معانا على الهوى في نهارك سعيد وأكيد يعني تحية كبيرة لها وتحية كبيرة لنها بنتو تغيرها عمدها 14 سنة يعني تعمل إنجاز عظيم زي ده وما لما تكبر بقى هتعمل إيه يعني بجد We are so proud of you يا ريم معانا أيضا الفنانة التشكيلية زينب سالم حتكلمنا عن فن الخزف وأهم الأشكال اللي ممكن تتعامل منه وأهم المدارس اللي خرجت من فن الخزف عندنا مدارس كتير جدا في مصر والله بجد مش هزار يعني مش ببالغ لو قلت إن أي دولة في العالم ما فيهاش الفن الرائع ده يعني عندنا مدرسة عثمانية عدريدة بداية فاطيمية عندنا مدرسة من المماليك وكل ده بيبان كويس جدا أو بيبان بشكل كبير جدا لو نزلنا في حتة زي شارع المعز هنشوف الأشكال دي المتخصص حيفهم الكلام ده كويس جدا هنتكلم عن الفرق بين ده وبين ده وبين ده مع الفنانة التشكيلية زينب سالم فيه حوار خاص لنهارك سعيد النهار ده يوم فني أكتر ومعانا كمان رواية بعنوان إرهاصات مصري رواية دي تصنفها أو زي ما ورد في الوصف بتاعها هي رومانسية ساخيرة يعني عادة الرومانسية مصطفى بتقلب نكد طبعا أكيد فلما تبقى رومانسية ساخيرة دي الواحد يبقى عنده فضول كده يفهم الموضوع عن إيه والقصة عن إيه الرواية دي هي للكاتبة إنجا عيسى هنتناقش بقى معاها في تفاصيلها ونتناقش معاها في أول أعمالها ولا ليها أعمال أخرى نتعرف عليها النهار خليكم معانا على مدار الساعتين جايين بمجموعة متنوعة من الفقرات خليكم معانا على قناة نايل لايف ونهاركم سعيد إن شاء الله